استمر النادي الاهلي في دعم النشاط الخير للدولة وده جزء من دور الوطني على سبيل المثال اللجنة الاهلية للرياضة البدنية طلبت استغلال ملعب النادي الاهلي عشان تقيم عليه مسابقات لدعم جمعية الهلال الاحمر اللجنة دي كانت هي المشرفة على الرياضة قبل ما يتعمل المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بعد كده فصدر قرار النادي الاهلي في جلسة اللجنة العليا يوم 9 ابريل عام 1940 وكان كالآتي الموافقة على طلب اللجنة الاهلية للرياضة البدنية اعارتها ملعب فاروق بالنادي الاهلي لإقامة مسابقات ألعاب القوى بين الفرق الاهلية لبلاد اليونان وتركيا ومصر في يومي السبت والأحد 20-21 ابريل 1940 والتي سيخصص دخلها لمساعدة جمعية الهلال الاحمر على ان يكون دخول الاعضاء في اليومين المذكورين بتذاكر أسوة بغيرهم الفرق الاهلية هنا يعني المنتخبات في الوقت ده كان بيتقال على المنتخب الفريق الاهلي الفريق الاهلي لكرة القدم الفريق الاهلي لألعاب القوى وهكذا النادي الاهلي مش بس عارما لعبه مجانا لللجنة الاهلية للرياضة البدنية لا ده كمان فرض على أعضاؤه التبرع لجمعية الهلال الاحمر من خلال قراره بدخول أعضاء النادي خلال اليومين دول بتذاكر زي أي حد حيحضر مسابقات دور استمر فيه الاهلي لحد النهاردة أي مناسبة زي دي حتى أعضاء مجلس إدارته بيدخلوا بتذاكر زيهم زي الجمهور وده حصل في مناسبات كتير أكيد فاكرين في 30 ديسمبر سنة 2017 كان فيه مباراوة دي على استاد برج العرب بين الأهلي وقتلتكم مدريد الأسباني وحيخصص دخلها لصالح شهداء الوطن ويومها قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلغاء كل الدعوات المجانية وكل أعضاء مجلس الإدارة يشتروا تذاكر حضور المباراة زيهم زي غيرهم وده لتعظيم العائد المادي للمباراة وكعادة الأهلي في تكريم كل من أعطى للنادي وكل من ساهم في رفعته قررت اللجنة العليا في جلسة 16 إبريل 1940 ما يلي الموافقة على أن يرفع إلى الجمعية العمومية اقتراح بمنح حضرة صاحب المقام الرفيع شريف صبري باشا رئاسة شرف النادي شريف صبري باشا كان من أبرز الأعضاء المنتخبين والمؤثرين في اللجنة التنفيذية للنادي عبر سنين طويلة بدأت من انتخابه كعضو لجنة تنفيذية في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 19 يناير 1916 ومعروف أن اللجنة التنفيذية دي هي مطبخ قرارات مجلس إدارة النادي وفي الجمعية اللي انعقدت يوم 3 مايو 1940 تم عرض اقتراح اللجنة العليا للنادي وجه في محضر الجمعية العمومية بناء على اقتراح اللجنة العليا للنادي تقرر الموافقة بالإجماع على إسناد رياسة شرف النادي إلى حضرة صاحب المقام الرفيع محمد شريف صبري باشا في نفس الجمعية العمومية دي زكر تقرير النشاط الرياضي المرفق بالتقرير السنوي للنادي الزيادة الملحوظة في أنشطة النادي الرياضية وتوسع مشاركاته في الألعاب المختلفة على سبيل المثال زكر التقرير المنافسات القوية اللي شاركت فيها فرق كرة السلة الرجال والسيدات وذكر التقرير أن الأهلي كان بيشارك في المسابقات بفريقين للرجال وفريق للسيدات فريق أول للرجال بيشارك فيه في الدوري الممتاز لكرة السلة وفريق بيشارك فيه في دوري الدرجة التانية التقرير يتكلم كمان عن نشاط الملاكمة وكانت فرق النادي بتتصدر المراكز الأولى للدرجتين الأولى والتانية في الوقت ده كان رئيس الاتحاد العام للملاكمة جعفر ولي باشا اللي هو رئيس النادي الأهلي وداود راتب بيك وكيل للاتحاد ورياض شوقي أمين للسندوق وعبداللطيف المردانلي سكرتير عام للاتحاد النادي الأهلي في الوقت ده كان الرائد في لعبة الملاكمة ورئيسه جعفر ولي باشا هو مؤسس الاتحاد ورئيسه من يوم تأسيسه عام 1923 وشونه جعفر ولي باشا هو مؤسس الاتحاد الآغة